خلينا نروح مع لغة الأرقام والإحسايات النهاردة كالعادة مشرفنا محمد الباز عشان يقول لنا الإحسايات والأرقام بالنسبة للبطولة الأفريقية ونرجع مع حضراتك مرة تانية مع ديوفنا عشان نحلل ونشوف المباراة النهائية المرتقبة ما بين كود بوار ونيجيريا نشوف الأول الباز وبعدين نتكلم على البطولة الأفريقية يعني مع ديوفنا بشكل مفاصل نجمينا محمد الباز نرحب بيك معنا في المحترف ودايما بتنورنا وبتشرفنا وكالعادة أكيد ما حدر لنا حاجة محترمة مساء الخير كابتناني يعني المبسوط دائما مسعيد بوجودي مع حضرتك مساء الخير على الكباتن زي ما حضرتك قلت ننتقل بقى للبطولة الأفريقية حديث الساعة المباراة النهائية يعني قد تكون مفاجة الوصول كوتوفور للنهائي بعد ما الناس كلها قالت خلاص كوتوفور ودعت البطولة يعني بشكل مبكر شوفنا الكنغو حتى وصلت للسيميفاينال بعد مشوار برضو هنتكلم عليه بتفصيله فرق كتيرة جدا أظهرت أن البطولة السنة دا يا كابتناني بتدي دروس بتدي دروس كبيرة للفرق الكبير لا كل الفرق لازم تشتغل على نفسها لازم تدرس الخصم بشكل كويس جدا لازم تحلل بشكل كويس جدا واضح جدا يا باز أن الكرة الأفريقية أو المنتخبات الأفريقية اللي ما بين كوسين كانت مستوى ثاني وثالث عملوا طفرة في تطوير لعبتهم على مستوى الفني على مستوى المدربين فشفنا كمان كوادر تدريبية بشكل رائع يعني في البطولة دي طبعا يعني هي هنا نقطة النجاح البطولة وظهورها بالشكل القوي دوت يعني خلت حتى يعني متسبي رئيس الاتحاد الأفريقي فخور بتقدم الكرة الأفريقية بيقول ده في تصريحاته خاصة كمان ظهور طبعا مدربين على أعلى مستوى ظهروا إزاي أن هم أقلموا نفسهم مع اللعبة إزاي أن هم أقلموا فكرهم وفلسفتهم على الخمات الموجودة والكوالت الموجود اللعبة كمان اللي بتيجي من الدرجة التانية والتالتة والرابعة من فرق في فرق كبيرة يعني كتيرة جدا جاية من أوروبا والاحتكاكها بالدوريات الأوروبية كابتن هاني حتى تارجت التارجت بتاعها أن أنا أظهر إزاي في بطولة أفريقيا لأن بطولة أفريقيا سكاوتينج بتاع الفرق الكبيرة في العالم كلها عينيها عليها فبدأت أنها من دلوقتي بنسمع كتير جدا تتنهام أرسنل وفرق كبيرة جدا بدأت تنظر لعيبة كبيرة جدا في الفرق على مستوى الأرقام لإحسايات محدد لنا أول حاجة ممكن نتكلم على كوتوفور ونيجيريا المباراة نهاية عاملين كده مقارنة رقمية إحصائية ما بين الفرقيتين ونشوف مشوارهم في البطولة كان ماشي إزاي علشان نتخيل السيناريو في الفاينال حيكون شكله عامل إزاي الفرقيتين طبعا لعبه وست مباراة كابتن هاني نيجيريا بلا هزيمة فازت في أربع مباريات تعادلت في مباريتين أما كوتوفور كان طبعا مشوار غريب جدا هنحكي عليه بتفصيله كان عندها طبعا ثلاثة فوز وتعادل وحيد واثنين خسارة في دور المجموعة الأهداف المحرزة طبعا نيجيريا سبع أهداف وكوتوفور ست أهداف الفرقيتين اللي وصلوا الفاينال مش هما أقوى فرق من ناحية الهجومية هنتكلم بالتفصيل برضو مين أقوى الفرق من ناحية الهجومية ولكن نيجيريا هي أقوى فريق من ناحية الدفاعية حتى الآن استقبالت هدفين سمت البطل دايما دفاع وحرس المرمى دفاع طبعا يكون قوي جدا نخش على الـ XG الهدف المتوقعة كان أحنا قلنا أنهم أحرزوا سبع هدف وقد يصلوا إلى 16 هدف نيجيريا لأنها ضاعت فرص كتير جدا وكان أكثر فرق تزديدا على المرمى نفس الكلام كوتوفور وصلت وسددت على المرمى وصلت برضو قد تصل إلى 16 هدف أو 15 هدف التزديدات على المرمى نيجيريا 70 تزديدة في الـ 6 مباريات يعني ده رقم برضو كبير معدل 10-11 بالزبط في المباراة الوحيدة بدقة 30% 21 تزديدة أون تارجت على الثلاث خشبات بدقة 30% نفس الكلام هناك كوتوفور عندها 67 تزديد يعني نبص هنا من الـ XG والتزديدات الفريتين قد يكونوا متساويين صحيح يعني من ناحية الهجومية عندهم شراسة هجومية وصول للمرمى وتزديدات بشكل كبير جدا حتى الفرص متساويين يعني 52 فرصة لنيجيريا 51 فرصة لكوتوفور حتى الأسست أو صناعة الفرص برضو عند نيجيريا 5 كوتوفور 3 لا يعني ستيل احنا متقاربين بين الفريتين التمريرات المفتاحية لتنين قد بعد تقريبا 47-48 لكوتوفور الركنيات هنا شوية كوتوفور يعني 32 ركنية نيجيريا 22 لأن نيجيريا احنا شفنا طريقة اللاعب دايما بلعبه الكرات يعني شورت باصس وبيوصلوا بشكل كويس تزديدات من خارج المرمى التمريرات حتى للفاينال سير تلت الأخير الأخير عند نيجيريا كانت من أعلى الفرق حتى العرضيات الكروسات 123 كروسة عند نيجيريا 34 منهم بشكل صحيح 28% دقة مش أعلى حاجة نفس الكلام عند كوتوفور 109 كروس أو عرضية 33 منهم بشكل صحيح بدقة 30% الأهداف المستقبلة زي ما قلنا كابتن هاني نيجيريا من أكوى الفرق استقبالت هدفين أما كوتوفور استقبالت سبع أهداف منهم أربع أهداف في مباراة واحدة مزبوط وديك يعني على عسارة طبعا طالة المدرب خلاص اتغيرت الماب بتاعت كوتوفور ومشورها في الفرق حتى الشباك النظيفة استقبال الأهداف المستقبلة المتوقعة كان ممكن يقفل فيهم كمان 12 هدف لكن على مستوى نيجيريا الـ XG المستهدف كان ممكن جدا يخش فيهم 10 أهداف دخل فيهم أهدافين دا دا بيديك مؤشر على القوى الدفاعية لفريق نيجيريا الحقيقة اللي ظهر عنده صلابة وعنده روح وعنده إصرار بشكل كبير جدا صحيح وحارس المرمى هنتكلم عليه برضه بالتفصيل خلينا نبص المشوار الخريطة بتاعت كوتوفور داخل البطولة اتغيرت ازاي لو هنعرض مشوار كوتوفور فازت طبعا على غينيا بسودة في مباراة الافتتاحية 2-0 بعد كده الموضوع اختلاف تماما خسارة من نيجيريا 1-0 خسارة من غينيا الاستوائية 4-0 دي من الأقصى يعني الهزام اللي شفناها وانت بعد المباراة التالتة 99% كوتوفور خارج البطولة يعني كل الناس قالت خارج البطولة ولكن يعني العودة من الموت موزنبيق بقى الله يكرمها يعني والمغرب أهدت طبعا الصعود الفوز على زنبيا وعلى فكرة هي طبعا كوتوفور من أسوأ التوالت يعني هي بالضبط على مستوى التوالت على مستوى التوالت على مستوى التوالت الأخيرة كمان صحيح ومشت معاها الدنيا بشكل كويس جدا تعادلوا بقى تصطدموا طبعا في دول 16 مع السنغال وتعادلوا واحد واحد وفازوا بضربات الجزاء بعد كده قابلوا مالي وفازوا عليها 2-0 والمباراة الأخيرة كانت أمام الكونغة 1-0 على فكرة على مستوى المشوار برضو منتكلم على مشوار الكونغ أنا برضو عايز أقف شوية على مشوار الكونغة يا كابتن هانين برضو كان فيه 3 تعادلات يعني خلينا نسيب الصورة ولكن الكونغة عملت 3 تعادلات في دور المجموعات وصعدت بـ 3 نقاط وصعدت هي مركز تاني بعد المغرب الكونغة طبعا وصلت سيمي فاينال في المباراة الأخيرة خسرت طبعا أمام جنوب أفريقيا أنا عايز أقول لحدتك أنها بعد كده تصدمت بمين بمصر طبعا في دور 16 وفازت علينا في ضربات الجزاء بعد كده صعدت في دور الثمانية فازت على غينيا 3-1 بعد كده قابلت طبعا كوتوفار سوري لابت كوتوفار في سيمي فاينال وخصة 1-0 من أبرز النقاط اللي احنا شفناها حتى في البطولة دي الكوة والصلابة والروح لحد آخر نفس يعني أنا عايز أقول لحدتك معظم الأهداف والفوز كان في السواني الأخير وعندنا أمثلة كتيرة جدا بتاع جنوب أفريقيا كان في ديئة 90 يعني كانت مباراة قوية جدا برضو مثال كوتوفار ومالي احنا شفنا طبكة خسرانة من مالي في الوقت الإضافية بلاس 120 وبعد كده بلاس 90 تعادلوا واحد واحد بعد كده فازت 2-1 مثل المثال غينيا وغينيا بيساو برضو يعني كان برضو الفوز هدف جزء في البلاس 90 في ديئة 98 بطولة بتديني أرقام وإنديكيتورز كده بيقولك لا الفرق الأفريقية والعيبة الأفارقة بشكل كبير جدا يعني عندنا أبرز بقى الأرقام في البطولة بشكل عام يعني أبرز الأرقام المجمعة لغاية دلوقتي طبعا نسا عندنا المباراة النهائية والمركز التالت والرابع نشوف أبرز الأرقام خلال البطولة الأفريقية لغاية دلوقتي بزبط يعني إجمال المباراة حتى الآن مية واتنين مباراة عدد الهداف مية وخمستاشا عاز أقول لحضرتك مقارنة بالبطولة الأخيرة بالنسخة الأخيرة 22-21 21-21 عاز أقول لحضرتك إجمال الأهداف 99 هدف من مية واربعة مباراة يعني عدد الأهداف في هذه النسخة أكتر أكتر والشراسة الهجومية والتزديدات على المرمى وصناعة الفرص يعني حتى أقصر الفرق تزديدا على المرمى هي كوتفور ب74 تزديدة على المرمى بدقة 26% بعد كده بتيجي جنوب أفريقيا ب69 تزديدة على المرمى ب42% دقة بعد كده الكنغو الديموقراطية إذا ما كنت بقول لحضرتك فريق قوي جدا وشارس وصل ب69 تزديدة أيضا على المرمى بدقة 28% الرأس الأخضر كاب فيردي شفناه برضو سدد من أكتر الفرق اللي سددت على المرمى 69 تزديدة دقة 26% ثم تأتي نيجيريا ودي أعلى دقة برضو بعد جنوب أفريقيا 68 تزديدة على المرمى دول أكتر الفرق تزديدا على المرمى أقوى خط هجوم السنغال تسع أهداف أنجولا تسع أهداف غينيا الإستوية تسع أهداف ثم تأتي الرأس الأخضر كمان أهداف يعني زيما شفنا السمي فاينل أو الأربع فرق اللي وصل للنهاية يعني أقوى خط هجوم ليس متواجد في المرمى ليس متواجد في النهاية صحيح أقوى خط دفاع نيجيريا زي ما قلنا استقبلت هدفين وعندها كلين شيت تقريبا أربع مرات كلين شيت صحيح وفري قوي جدا والحارس بتاعهم يعني هنتكلم عليه يعني بعد كده بنتكلم على أقوى الفرق من ناحية صناعة الفرص المحققة نيجيريا يعني صنعت 21 فرصة محققة في الإجمال الست مباريات حتى الآن ثم تأتي المغرب 14 فرصة والكنغو 12 فرصة شايفينها كابتن هاني الكنغو بتتكرر معنا فأكتر من حاجة كده التهديفية امتقب مختارة طبعا عمل بطولة كبيرة مزبوط بعد كده أقوى فرق من ناحية الأهداف المتوقعة الـ XCG نيجيريا برضو يعني 9.8 وبعد كده كوتفوار ثم جنوب أفريقيا يعني متقاربين دي من ناحية الـ XCG أو الهداف المتوقعة من الفرص الحركية وكوالد التزليدات على المرمى ده بشكل عام كده حصاد للبطولة كس الأمم الأفريقية أفضل فريق بقى من ناحية المراوغات والواحد على واحد كان طبعا كوتفوار عندها 210 يعني دريبلنج عملوه واحد على واحد عملوه بشكل صحيح منها 52% دقة عالية جدا الرأس الأخضر برضو والكنغو يعني دايما حنشوف الكنغو نيجيريا دايما الكنغو متواجدة في الأفضل يعني في الأفضل حتى في المراوغات ودريبلنج وكل التنم ده كابتن هاني الفرق بتقول لنا الأرقام حتى بتقول لنا في البطولة دية لا فيه تطور مستوى دريبلنج الواحد على واحد تزداد على المرمى حتى الكروسات الأهداف الغزيرة 115 هدف في البطولة حتى الآن مقارنة بالنسخة السابقة لا فيه أرقام فعلا خرافية ممتازة جدا ومن واقع هذه البطولة والأرقام دي تم اختيار يعني موقع الصوفة اختار أبرز اللاعبين في الدولات الأخيرة وتشكلة بتاعتهم لو هنستعرضها مع بعض هنوقف على أهم اللاعيبة اللي ظهروا بشكل رائع جدا معظمه طبعا بلعب في الدولات الأوروبية زي ما احنا عارفين نبدأ بقى طبعا بحارس المرمى حارس المرمى ده ليه قصة كبيرة جدا كان أساسا بلعب مهاجم على فكرة وبعد كده يعني كان المسألة الأعلى نوير حارس مرمى باهم ميونيخ وبالتالي هو اللي خلاه أكبره ان هو يختار ان هو يبدأ ان هو يلعب يعني كحارس مرمى هو بلعب طبعا في الدرجة عنده هو أتريبا فريقه حيهبط يعني بس هو عامل بطولة ممتازة جدا طبعا طبعا يعني كان سبب من أسباب الصهود طبعا بالضبط كله اللعب أمبيمبا وبعد كده بنتكلم على بولي اللي هو لعب طبعا بالضبط اللي هو المساكت عن نيجيريا المدافع وإيكونغ نيجيريا بعد كده بنتكلم على نص الملعب طبعا مداوة ده اللعب سان داونز وسيتولا بتارضوا لعب جنوب أفريقيا أونيكا كابتن هاني اللعب نص الملعب طبعا نيجيريا وكونان ونتكلم على بيرستاو طبعا نختاروه في التشكيلة طبعا مكوينة يعني هنا لعب سان داونز طبعا لعب كويس قوي مزبوط أنا فريق كمان أسامين طبعا عامل بطولة رائعة على مستوى المجهود على مستوى التهديف هي لعب مميز جدا جدا واعتقد الشخص قد يكون في البيس جي في الموسم القادم يعني كل الناس بتتكلم على انتقال كبير جدا لأسامين لباريس سان جرمان خلال الموسم القادم لأن الناس متوقعة كمان ان انتبه هينتقل إلى ريال مدريد مزبوط يعني قد يكون بديل قوي جدا بطولة عليها العين من فرقة كبيرة وان شاء الله اعتقد التقالات الصيفية هنشوف فيها مفاجآت من فرق أفريقيا ان شاء الله باز بنشكرك شكرا جزيلا متعلق كالعادة بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكل التوفيق شكرا جزيلا للباز